انتعرف وأنا بتابع الانتخابات بتاعة فرنسا ومن قبلها أكيد كل العالم بتابع مسألة الأزمة الروسية الأوكرانية وما إلى ذلك سيبنا من الأزمة دي للأزمة دي لها تأثير شديد جدا على العالم بس بالمناسبة الانتخابات بتاعة فرنسا لها تأثيرات مهمة قد يعني تؤثر بشكل أو بأخر على المنطقة بتاعتنا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأيضا إفريقيا بالمناسبة يعني أو فرانكوفون إفريقي لكن مش دي المسألة المسألة هنا في إيه؟ إنه إحنا طول الوقت إحنا منطقة الشرق الأوسط وغيرنا من بعض الدول التي أطلق عليها من بعض الحرب العالمية التانية كلمة العالم الثالث انت عرف كلمة العالم الثالث دي مش معناها حاجة وحش هي معناها الدول اللي ما كانتش مشاركة بفاعلية ومباشرة في الحرب يعني اللي هي ما كانتش ولا الحلفة ولا المحور زي حالتنا على سبيل المثال يعني أو الهند على سبيل المثال تاني يعني مهم فالدول دي دايما بتعد تتأثر بمجريات الأحداث العالمية وجي على بالي أنه هو إحنا إمتى ما نبقاش متأثرين بالأحداث العالمية بهذا القادرة تيجي تقول لي يوسف إزاي يعني يعني هو في حد ما بيتأثرش بالحرب بالروسية الإوكرانية يقول لك لا كله بيتأثر بس مش كله هيتأثر مثلا من نتائج الانتخابات في فرنسا أو كله يتأثر مثلا من نتائج الانتخابات السابقة في ألمانيا أو كله هيتأثر من نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية يجي ديمقراطين أو يجي جمهوريين بعض الدول بعض الدول هي اللي بتتأثر وبعض أحلم طول الوقت إمتى ما نتأثرش تعرف أن احنا مثلا اقتصادياتنا كلنا كدول اقتصادها لم يكن قويا اتأثرنا بشدة سنة 1944 من اتفاقية مفترض أنها كانت اتفاقية نقد دولي هي معروفة باسم بريتون وودز اتعمل سنة 44 اللي شارك فيها 44 دولة حلو تخيل لما يبقى العالم 192 دولة ف44 دولة يتحكموا في الباقي إيه الافترة ده ويحطوا مجموعة من التصورات للسياسات النقدية الدولية تؤثر على العالم يعني الأقلية أثرت على الإغلبية وبعدين يجي ويكلموك على الديمقراطية مثلا دي حاجة تعلق من الدحك برضو يعني مفارقات غريبة وبعدين تكتشف أن كل ما جاء أو محور ما جاء في بريتون وودز اللي هي بالأساس كانت قيمة على فكرة المكافئ الدهبي للدولار إن كل دولار إن سلمته فإنك سوف تستلم بمقابل سبعة وثمانية من عشر جران دهب عيار 24 عشر على عشر تحصل سنة 1971 انكشاف للكزبة والخضعة الكبرى حاجة اسمها صدمة نيكسن سنة 71 فييجي نيكسن ويعلن بأنه لأ جماعة إحنا أسفين جدا أمريكا مش هتسلم المكافئ الدهبي مقابل أي دولار يقدم إلى البنك الفيدرالي الأمريكي وإنه ده ما ينفعش وإن إحنا غير قادرين على ذلك ساعة 44 كانت أمريكا بتمتلك 75% من احتياط الدهب العالمي 71 ما كانش كده وبالتالي أمريكا ما كانش عندها القدرة ده معناه إيه بالمناسبة هو ده معناه إنه سعر الدولار الحقيقي مش كده وإن كان لنا في هذا حديث آخر يعني عايز تقول يا يوسف إن المكناة في أمريكا بتطبع وراء أخضر عمال على بطال قوله مفصل آه الحدوتة دي بقى هيجي لها وقتها بس دلوقتي في حدوتة يمكن شغل حضراتكم أكتر ننبعكي لك الحدوتة دي عشان بس تبقى فاهم الاقتصاد في العالم بيمشي إزاي وإنك ما تصدقش طول الوقت إن الأزمة عندك معلش قبل ما هنروح على قصة كيراش لأنه لو أنت صدقت إن الأزمة عندك يبقى أنت ما عندكش المعلومة الكاملة وأنا حب أديلك جاي من المعلومة الكاملة آه يا فندم تقرير صندوق النقد الدولي وتقرير الإيكونوميست بيقول في سنة 2021 إن مصر من أقوى 30 اقتصاد على مستوى العالم وال30 اقتصاد دول بيساوه 83% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي للكرة الأرضية يعني مصر في الطوب 30 أنا متذكر إنه في نفس ذات العام كنت أنا بتكلم مرة كده والإخوان قاعدوا يشتموا ويقلوا أداموا ومبتاع لأن أنا قلت 20-30 مصر في الطوب 20 وبعدها بفترة وجيزة هتبقى في السبعة الكبار مصر هي البلد الوحيد في شمال إفريقيا والشرق الأوسط اللي حققت نموه إيجابي 3 و 6 من عشر الكل يجمع على إنه مصر عدت أصعب مراحلها الاقتصادية وخلصت عليها الكل يجمع ده في العالم إنه الكورونا هي اللي عطلت مصر والحرب اللي حصلها هي اللي عطلت مصر فلو سمحت ما تسلمش دماغك لأسافل القوم من الإخوان كفاك إنك بتتفرج على الاختيار وشايف حجم التأمر عامل إزاي أديك شفت مبارح المفاجأة بتاعة الحلقة اللي بتيجي في آخر الحلقة واللي كنت نفسي أقولهاك وسأنا عرفتها من قبل يجب عشرة دائق كده المهم أديك شفت التأمر كان عامل إزاي في حديث محمد مرسي مع رحمة الله عليه المشير طنطوي وفي حضور فخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أنا داك كان ألواء عبدالفتاح السيسي وشفت مرسي بيطلب إيه ده بيطلب اللي التفاف على قرارة المحكمة وبيطلب عدم تفعيلها وبيطلب خرق دستوري وبيطلب وبيطلب ومين اللي بيرفض المشير طنطوي الله أرحمه تيجي أنت تصدق لي الإخوان يا رجل ده العيال بتاعة الإخوان في قنواتهم سواء إذا كانوا برا أو محاولاتهم إنهم ما يعملوا مش عارف شوية حاجات على يوتيوب وتيك توك والهابل اللي بيعودوا يعملوا من جوة ولا من برق مش فارق معايا دول بيبكوا بدل الدموع دم على اللي طالع وما كانوش متصورين إن كل هادي الملفات سوف تظهر فيه مسلسل في يوم من الأيام ولا كانوا متصورين إن هما بيتصوروا بيتسجلهم وش ولا إيه حلوة تسريبات عجبتكو لسعة الإخوان لسعة من النوع اللي هو يعني مش الإخوان طلعوا هما كمان غاوين تجمة على رأيك كبير قوي جزء السادس آه والله غاوين تجمة صحيح يعني شكرا